بسم الله الرحمن الرحيم سقارة نحن الآن موجودين في جزء مهم جدا من جبانة منف بانوراما الحضارة المصرية سقارة سقارة التي كانت أشهر جبانات منف جبانة منف التي تمتد شمالا من أبو رواش جنوبا هورا 52 كيلو سقارة التي تحتل مكانة كبيرة جدا كجزء من جبانة منف العظيمة جبانة منف التي تضم عندي العديد من الأثار لدرجة أن منطقة سقارة أن اعتبرناها الجزء الأصيل هي بانوراما للحضارة المصرية لأن لن أجد عصر من عصور مصر القديمة ليست فيه سقارة سقارة بالنسبة لي موجودة كعنصر أساسي من الأسرة واحد مقابرة بدوسه سقارة دولة عديمة موجودة دولة وسطة موجودة دولة حديثة موجودة عصر متأخر موجود بطلامي موجود حتى أن لما نروح المتحف القيب نشوف دير الأنبة إرمية جال من سقارة سقارة بانوراما للحضارة المصرية قل ما تتكرر منف العاصمة الموجودة شرق النيل كانت في مصر القديمة هي إينب حج وظهر الاسم ده بالمناسبة في النصوص بتاعة الدولة الحديثة إينب حج للمدينة وفي العصر المتأخر كان هو الاسم الموجود حتى أن لما نرجع لهيردوت لأنه بيتكلم على إينب حج لما راح للمدينة الاسم منفر اللي جات منه كلمة منف هو اسم هرم الملك بيبي الأول ولكن لم تعرف المدينة باسم منفر من القصة الستة مع بيبي الأول الهرم كان موجود والهرم أصبح له شهرة كبيرة والناس بتيجي تزوره في الدولة الحديثة المدينة بتحمل عندي العديد من المميزات هي إينب حج هي منفر لكن اللقبين الأساسيين لها لقبين محترمين يرتبطوا جداً بنشأة الحكم ومركز التتويق هي عنخ توي حياة الأرضين وهي مخاة توي ميزان الأرضين لأن من في كان يعتبرها الجميع هي الميزان وهي القوة وبتاح ومكاناته العظيمة ومع زوجاته سخمت وابنهم نفرطوم كانوا يمثلون هذا الثلاثي الكبير تدعم حطب يفكر لزوسر في أنه ينقله كل العمارات اللابينية والمحاولات اللي تمت من الحجر مع الطوب اللابين يعملها حجر بالكامل وليجمعها شكل الحضارة والطرز المعمرية والطرز الزخار الموجودة في الشمال والجنوب يحطها في إطار واحد بمعنى أن أنا عندي أرضية حجرة الدفنة عند الملك دون من القصة الأولى كانت ملحجر وحجرة الدفنة الملك خاصة من القصة الثانية بالكامل كانت ملحجر إذن أنا مطلعش من يوم وليه لا إمحط بمحط بأه عبقاري وشخص وقاوي واللي مجابتهش ولادة ولكن لا يعني هذا أنه اخترى شيء ليس بجديد لا هو كانت الإرهاصات أو البدايات سابقة لهذا الأمر المجموعة الجنازية هنا وبقول عليها مجموعة جنازية ومش مجموعة هرمية لأن المجموعة هرمية لها عناصر السية والمجموعة الجنازية لها عناصر هنا المنطقة تفتقد ليه طريق صعد تفتقد لمعبد وادي تفتقد لبعض العناصر إضافة لأنها تفتقد للعنصر الأساسي الموجود وهو الهرام الصور الخارجي 14 بوابة 13 بوابة منهم رمزية وال14 اللي قدامنا هي اللي في الجنوب الشر اللي هتبقى المدخل لو بصينا هنلاقي أن المدخل بالكامل ورحمة الله عليه أستاذ الدكتور علي ردوان كان يقولي الجملة دي يقولك أن المدخل بالكامل هو تمثيل للقصر الملك والممر أول ما تدخل حضرتك من البوابة اللي قدامك دي أرجو أنك تبص فوق هتلاقي من الحجر عامل زخارف من الحجر تشبه شكل النخيل عروق النخيل أو الجزء بتاعه فكأنه نقل تمثيل الأصر بالكامل إليه ممرات ما بين كل عمود والتاني فيه زي ممر صغير أو جزء دي التفصيل الوحيد اللي فسر هنه فخر وتفسر بعدي كتير هل كان بيضع فيها تمثال على اليمين يمثل مصر العليا تمثال يمين يمثل مصر السفل وتمثال الشمال يمثل مصر العليا وانا ماشي دي الشمال وانا ماشي ده الجنو يمثل الأقاليم وعلى الملك انو كان يمر من أمام اللهاة الأقاليم ده احتمال وارد او انه الفنان ما أعجم طريقة انو يربط بطول الأعمدة لأنه كلسة في مرحلة استخدام الحجر بشكل أولي هلأي كمان وانا ماشي فتحات بتطلعن على برا فتحات بتطلعن على برا الهرم تماما الفتحات اللي بتطلعن على برا الممرة تماما دي بيفسرها ان الممرة دا كان ممرة في القصر وممرة القصر المفروض ان بيمضر فيه الملك مع الاتباع بتوعه مش منطقه ان الملك بقى وهو ماشى حنوضى ذوقه ببعض ووسع يا جدا هات الملك جنبي شوية او ذوقه شوية في الغالب انه كانت عملية التحرك هنا الملك بيتحرك والاتباع بيفتحه طرق يمين وشمال كما كان يحدث في القصر كأنهم بيخرجوا وبيمروا منه الى الداخل ليتلاقوا مع الملك في مرحلة في ممرات بعد كل شوية في النهاية هنا هنلاقي اعمدة سنائية رابط ما بينها حائط وفي النهاية في البوابة بصوا هنا حضراتكم مع الصورة دا زي السقطات بتاعة الباب كأن بقى في الباب باب بنسميه باب مروحة بفتح الباب بيمطر على برا لكن قبليه الاعمدة اللي بشوفها وانا خارج بلقيها سنائية اتنين 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 كمربوطين ببعض وبيعملولي خمس ممرات بعض الناس بتفسرها ان هي الخمس القاب الملكية انا اسف مش هقدر اعتبرها كده لسبب لان الالقاب الملكية الخمسة لم تكتمل الا مع جيد فرع في القصة الرابعة هنا حمل لقب السارة قبل كده ما كانش موجود منها بدخل الى الفناء هنا بعض الناس بتسمي ده فناء الحبسد انا احب اسميه فناء المصطبة في الفناء ده كان بيتم فيه جزء من العيد الشهير المعروف بعيد السد ده كلمة عيد هي حب وكلمة سد تعني معنى النهاية والبعض فسرها بمعنى الديل بتاع الطور او المعنى التالت اللي هو قد يعني الانتصار او العيد الثلاثين زي البعض وان كانت كلمة السد لا تعني ثلاثين في اي حال من الاحوال العيد ده بدأ ظهوره مع الملك دن في القصة الولى واستمر حتى القرن الثالث الميلادي عشان افهم الحبسد وافهم الكلام عنه الحبسد هو عيد البعض فسره عيد ثلاثيني وان الملك بيعاد ان الملك بيقول انه قوي وبيجري وراء الطور عشان يوزم الكلام ده كلام صح اه بس مش دقيقه الملك لما يبدأ العيد ده وفقا للنصوص بتاعته بيبدأ بصفة حرينج ايت اف حورص المنتقم لابين بمعنى انه زوريس لما تقتل وعاد الى الحياة زيس لما رجعته كان غرضها الاساسي والاول والاخير ان الولد ده يبقى ينتقم لابو فالملك بيقول انا اللي هنتقم لابو يا اوزير يجيبه طور يجري الطور اللي بيجري هنا هو طور بيتم السيطرة عليه وليس قتله لان الطور هنا هو رمز من رموز ست ويرمز ليه الشر او العنفوان وانا بعمل القضاء علي وعشان كده عفوا مقبرة رمسيس ثلاثة بنشوف على المدخل المنظر بتاع الار الطور المقلوب يعني الطور مش دايما يمثل الخير مش كل حيوان اقول ده خير ورمي حتى ست بالمناسبة ست مش اله شر ست اله قد يحمل المعنيين الشرط والخير في ذلك المهم الملك بيجري الطور بيوقفه كبح جماح الطور ووقف عندي العلمتين اللي هم على شكل حرف دي وانا عندي تققى ثلاث اشكال اساسية بيشتغل عليه ان الملك يضرب اربع مرات بيده حوي او حعي سب فيدو ضرب يتكرر اربع مرات لاعلان اركان الكل اربع زي ما بنشوفه على فكرة على ظهر العشرين جنيه مع الملك سنوسفت الاول وهو بيفتتح ميدة التقربين او ان الملك يعمل يطلق طيور اربعة في الاربع اتجاهات زي ما بنصفها مع رمسيس الثالث في معبد مدينة هابو في عيد الاله مين او ان الملك يقف عند اربع علامات على شكل حرف دي او علامتين على شكل بي يقف في الاربع تركات يعلن للدنيا انتصاره وانه اصبح ملك او انه قدر يكبح الطرق الصورة اللي قدامنا فيها الملك بيدخل علشان يغير ملابسه ايه اللي بيحصل؟ الملك بيدخل يعلن امام الآلهة انه اصبح صاحب الحق في ان يتولى الحكم من اوزير او كنابل اوزير يدخل يغير ملابسه يغير ملابسه بايه؟ بعدد الاقلي ويخرج الكورف اللي قدامنا هنا مش زاوية قايمة ده بيوريك انه طريه مائي يخرج الملك من حجرات تغيير الملابس يلف في شمال ويجري يجري الملك لغاية ما يمر على الفناء الخلفي اللي بنسميه فناء الحبس الملك جي جري هزم عدوه وقف غير ملابسه جري وبدأ يدخل على الجزء الخلفي الجزء اللي هو فيه المنظر الاساسي بتاعه اللي الملك بيقوم فيه بعملية ارضاء الالهة والتتويج يدخل الملك قصد رمز اقليم سواء اقاليم الشمال او اقاليم الجنوب يعلن الملك امام اقاليم الشمال او اقاليم الجنوب انا اصبحت كذا وبتلاقى حتى فيه فتحات تحت ربما الفتحات دي كانت مخازم بيتحط فيها اساس او حاجة خاصة بكل اقليم يقف الملك يطلع رمز الاقليم زي ما هو ظاهر قدامنا يتوج امام وبعدين ينزل الملك يرجع يغير ملابسه ويرجع يعدي وهكذا في طول الممر ده مين بيرقبه هنا لقينا على المين تمثيل كان ظاهر فيه مين الصورة هنا التمثيل دي تمثل الرموذ بتاعة بعض الالهة الازلية والبعض بيعتقد انها بعضها واخد الشكل الازيري ربما تكون هي الالهة مدبح يطبح للقربين كمان كان بيبقى موجود امام الملك وبيعلن السيطرة عليه بيجري الملك وينهي الامر ده كله ارضاء للالهة الالهة هنا وفقت الالهة هنا وفقت كل اقليم او الهة بتاعة اقليم او معبودات بتاعة اقليم اوكي يرجع الملك ويجري يدخل على حجرات تغير الملك يلبس رمز الاقليم التاني وهكذا ده ولية لغاية ما ينهي الامر بالكامل انهى الملك الامر بالكامل واصبح له الحق في ان يكون ملك على البلاد مين بيرقى بالامر بالله في نهاية الممر ده اربع اقدام بشرية هيظهروا عندي يمكن وانا بعتزل يمكن من الصورة ان زي ما حضراتكم شايفين الصوت مقدتش اطلع الصوت اللي انا بتكلم فيه لانه الرملة في الحياة مكانتش مساعدة وكان الصوت رياح عالي جدا اربع اقدام بشرية بنشوفهم في النهاية بدأوا يظهروا عندي الاقدام البشرية عندي هنا هلقيها قدمين كبار وقدم بتقل فاصغر البعض قال ان القدمين الكبار قد تكون وجهة ونخبط ربط الشمال وربط الجنوب بيظهروا عندي هم ومعاهم الملك وزوجته البعض التاني بيقول لا ان واحدة منهم قد يكون الملك وزوجته او امه اللي هي الملكة نبعت حاب امه ولاد الملك اللي لما تقول شيء يتنفذ قالوا وبناء على دليل ايه لان انا هندي لوحة من الدولة الحديثة اوصل عليها في سقارة مكتوب فيها الملك وامه وواحدة بيتقال لها مقات حر التي ترى حورس اللي هي زوجة الملك وبنته بكرا ان شاء الله في الفيديو الجاي انتظروا بيت الجنوب بيت الشمال حجرة السرداب ليه الملك زوصر فكر معي محطب انه يعمل مصطبة مدرجة وليه وظيفة المصطبة الجنوبية او المكبرة الجنوبية الاساسية ليه المصري عمل مكبرة جنوبية دريدكم سعيدة ان شاء الله اشتركوا في القناة